تهدف هذه الورشة لتوعية تجار البواشي حول قوانين تجارة وتصدير الماشية وتزليل الصعاب التي ظلت تعرق لسير العملية المنسق الوطني للمشروع الإقليمي لدعم الرعي في الساحل الدكتور أحمد حسن موسى تطرق إلى أهمية الورشة وقال من الضروري إزالة كل العقبات التي تعتري طريق تنمية الثروة الحيوانية وتقريب وجهات النظر بين تجار الماشية والسلطات الأمنية لضمان تطبيق القوانين المنظمة لتصدير ونقلها تنظم كيفية تصير المال وتجارة الأموال من بلد إلى بلد عدم المعرفة بسبب تخويف والشك وده بدينا المشكلة الثانية وهي مشكلة التخصية للمال اللي هم بيعتبروا كونهما مظلومين كونهما يصابوا بالتعب من العسكرين ولكن العسكرين هم طبعاً باعدين للأمن ولسيانة المزام المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيوانية الدكتور محمد جيندي عند ترأسه افتتاح عمال الورشة قال أن المشروع يعمل مع الحكومة الكهدية في ترقية قطاع الثروة الحيوانية نظراً لأهميتها الاقتصادية ونجاد سجلت نموءاً ملحوظاً في مجال الثروة الحيوانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بيد أن هناك إشكاليات تهدد عملية النموء والمتمثلة في عدم احترام تجار المواشي لقوانين النقل والتصدير من جاد وإلى الدول المجاورة فضلاً عن ضمان الرعاية الصحية الجيدة هذا وفي ختم كلمته دع المشاركين بالورشة معرفة كل القوانين المنظمة لتجارة وتصدير الماشية كما أكد أن وزارته لن تدخر جهداً في سعي هرام إلى تحسين وتنمية الثروة الحيوانية وكذا وضع نظم وقوانين من شأنها تطوير هذا القطاع يشار إلى أنه شارك في الورشة ممثلين في كل من وزارة الاقتصاد ووزارتي الأمن والدفاع والتجارة وتستمر الورشة لثلاثة أيام على التول